من جديد تتهم قطر بالتملص من المسؤولية عن وفاة عشرات العمال الوافدين نتيجة تعرضهم لضربات الشمس والإجهاد الحراري ففي الفترة الأخيرة تزايدت الانتقادات الغربية والاتهامات من المنظمات الدولية للدوحة بانتهاك حقوق العمال الوافدة خاصة أولئك ممن يعملون في المنشآت الرياضية التي يجري أعدادها لاحتضان فعاليات مونديال 20-22 والوقوف على عدد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والتي لا يبلغ عنه في قطر بالشكل الرسمي تقوم منظمة العمل الدولية بين الحين والآخر بتكليف باحثين لمراقبة أوضاع العمال عن كثب باحثون من جامعة تيساليا اليونانية أجروا اختبارات مؤخرا على مجموعة من العاملين الأسيويين في ملاعب كرة القدم في قطر لاحظ الباحثون أن العمال يعملون بشكل متواصل في درجات حرارة مرتفعة مما تساهم في تجاوز درجة حرارة أجسامهم عتبة 38 درجة مآوية الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر لذلك طالب الباحثون من الحكومة القطرية بالسماح للعمال الوافدين بالتوقف عن العمل في حال ارتفاع درجات الحرارة لمستويات لا يتحملها جسم الإنسان والحصول على فترات راحة طويلة تجنبهم الإجهاد الحراري والحصول على كميات كافية من الماء ويمنح العمال ملابس مصممة خصيصا للوقاية من حرارة الشمس وكانت دراسة أجريت في يوليو الماضي قد خلصت إلى أن المئات من العمال النيباليين الذين تم تصنيفهم على أنهم توفوا من السكتة القلبية كانوا في الواقع ضحايا لشدة حرارة الشمس في وقت كان يمكن للدوحة أن تتفاذى ذلك هذا إضافة إلى تقارير صادرة عن منظمة هيومن رايس فووتش كانت قد أشارت إلى أن معظم الوفيات في صفوف العمال الأجانب في قطر ناجمة أساسا عن الإجهاد الحارري نتيجة تعرضهم لضربات الشمس